اليوم رح نحكي عن اول تجربة لدي جي آي ر اس تري ميني يلا نفتح البوكس الكاتالوك اكيد ما حدنا بقراه خلينا نشيله شكلها كتير كيوت وحلو ميني ترايبود وعلبة فاضي زيادة مبنيها كويك ريليز بلايت طبعا الكابلات الاساسية هي تايب سي تو تايب سي ممكن نستخدمها الريكورد منها للكاميرا واتنين سكرو وشحن يو اس بي تو تايب سي خلينا نشوف بشكل سريع كيف ممكن نساوي الوزن منجرب الجمبل مع كاميرا نيكون زد سيكس دو وعدسة 24 سبعين الوزن التقريبي 1.2 كيلو خلينا نفتح اللوب اول شي نركب البلايت ونشدها بشكل جيد عشان ما يكون في اي خلل بعدين نركب الكاميرا ونعمل بلانس بشكل تقليدي بان تيل تورول ممكن تفتحوا الابليكيشن وتشوفوا الفيديوهات التعليمية كاملة على دي جي آي ممكن نعمل كالبريشن عن طريق الابليكيشن او عن طريق الجمبل نفسه بهاي الطريقة سوبر سموز طبعا صار رائع خلال ثواني بيكون جاهز خلينا نجرب ممتاز وكتير خفيف المود الموجودة فيه نفس النسخ السابقة واكيد اهم مود هو الـ 360 انا افضل الكاميرا ما تجاوز الكيلو واذا انت حابب تاخد سوبر سموز على المودة الـ 360 خصيصا وما يكون جهد كبير على الجمبل طبعا ما ننسى الحركة الحلوى اللي سووها دي جي آي بهاي النسخة اللي هي بتقدر تصوير ريلز بفيرتيكال فيديو بكل سهولة خلينا نشوف منشيل الكاميرا منشيل الكاميرا والارم اللي تحت منفكه منركب الكاميرا بهاي الطريقة من فوق على الجنب منعمل الـ Rebalance سريع وبكل سهولة صار عنا جاهز للتصوير الـ Reels طبعا سموز ممتاز انا من عندي هاختار هاد الـ version خصوصي للـ Reels صراحة شكل سهل ورائع وما تنسوا كماما بتجاوزت مع مئتي جرام بنشوفكم بحلقات تانية انتظرونا كان معكم غيس بيزيد